قصتنا النهاردة عن فرح اللي جزها جاب لها فيتامينز عشان تقويها على الحمل واكتشفت ان الفيتامينز دي حبه بإجهاد والقصة بدأت لما واحد من قريبها جاب لها عريس فرق السن بينها وبينه عشرين سنة قال لهم انه مطلق ورفض يكتب على نفسه قيمة المهم عملوا خطوبة وكاتب كتاب واتجوزوا في ثلاث شهور ويوم كاتب الكتاب بس عارفوا انه مش مطلق وان مراته هي اللي خلعته بعد ما سابها متعلقة ما بقاش بيصرف عليها لا عليها ولا على بناته الاتنين تقف الجوازة على كده منلحق نفسنا لا فرح وقه لها كملوا وبعد الجواز طلب منها تأجيل الحمل جاب لها حبوب منع الحمل تعبت فرح قررت ان هي توقفها شوية عشان تريح معدتها حصل اللي حصل وبقت حامل تعصب وتنرفز وقال لازم البيبي ده ينزل رفضت فرح قرر ان هو يخدعها جاب لها حبوب وقال لها خدي دي فيتامينات عشان تأويك خدتها فرح كانت هتموت قعدت في العناية مركزة 15 يوم لما خطته فشلت في ان هو يخليها تنزل الجنين قال لها انا مش عايزك وسبها في بيت اهلها بطل يسأل عليها او حتى يبعت لها اي فلوس لما اهلها جابوا محامي وقعدوا مع جوزها عشان يحلوا الموضوع ودي قال لهم لا انا مش عايزة طلق وبعدها اختفى من حياتها بقى يخلي صحابه هما اللي يكلموها سايبها متعلقة وهي مش عارفة تعمل ايه عشان كده منورانا النهاردة دكتور رادوة عبدالعظيم استشاري الطب النفسي ازيك يا دكتور رادو ازيك يا سينا او بارك ايه مبسوطة ان انا معاكي النهاردة منورانا في قصة حقيقية نورك ايه رأيك في القصة اللي سمعتينها النهاردة الحقيقة انا مصارة جدا من البنوتة الجميلة اللي عندها عشرين سنة اللي واضح انه اي شاب يتمناها وهي عندها رغبات من اللي احنا قرنا انا وحضرتك ايه رغبات عايزة يبقى عندها حياة عايزة يبقى عندها زوج بيحبها عايزة يبقى عندها سند عايزة يبقى عندها بيت وامان فحكايت بقى انها تسرعت لا انا لا اول قبل ما نقول تسرعت لما عوز الطلبات دي لازم ادور على حد عامل ازاي عشان يحقق لي او تفلفل الطلبات دي حد مناسب يعني ايه مناسب يعني كل واحدة كل فولة ولا كيان فبالتالي النهاردة علشان اقول ان فلان مناسب لفلانة لازم يبقى فيه مواصفات بيكملوا بعض سواء بقى في القباع في الشخصية في السن لازم يبقى شبه بعض ولا مختلفين عن بعض يعني التكافؤ يمشي ازاي فيه قوانين بتقول انه opposites attract وبالتالي العكس دايما بيجذبنا لما يكون حد عكسنا في كل حاجة فمثلا لو انا مهارجل وما بسحرش في موعيدي اتجذب لشخص دقيق بيجي قبل ما عده بربع ساعة منظم هيساعدني بحيث ان دا الشيء اللي ناقصني هل دا هيساعدني يعني هو بيبقى شايف انه هيساعدني والطرف اللي هو بقى دحك عليه او بيقوله بالعربي انه لبس بحد عشوائي مش منظم وي 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 دا بيبقى تكافؤ؟ دا بيبقى عايشين سعداء لقينا ان البرجل لما بيبقى واسع قوي بيتخنقوا وبتبقى الحاجة حيني لما بيكون هو مهارجل بس مش مهارجل قوي منظم بس ما عندوش بقى وسواس التنظيم هفوات يعني ممكن تعدي منه فلما بتبقى المسألة مش مبالغ فيها الفرق البرجل مش واسع الامور بتمشي كويس لما لما بيكون هو في اخر البرجل من هنا وهي في اوله فبالتالي لا دول ما بيقربوش من بعض عجبني تشبيك البرجل دا بقى هسألك سؤال عشان البرجل عشرين سنة بالبرجل اللي قلت عليه دا ينفع ولا دا ايه؟ ينفع لو هما الاتنين متكافئين بجد؟ عشرين سنة دا حادي؟ اه طبعا يعديها الطب النفسي؟ يعديها ونص يعديها المجتمع؟ يعديها كل حاجة ممر بيها؟ لانه هو العمر رقم ولا العمر نفسية وخبرات وطباع وسلوك يعني النهاردة لما نقول واحدة ستة عندها خمسين سنة ولكن بتمارس الرياضة وقوامها بيرفكت واخد بالها من كل التفاصيل وستة زي الأمر اللي خدت واحد قد عيالها واتجوزت حد هو شايفها ملكة جمال أحلام وممكن يكون أصغر منها بعشر أو ساعات خمسين سنة وعندنا مثل حي يعني هنروح بعيد ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها ويعني الزيجة استمرت وهي يمكن الزوجة اللي ما تجوزش عليها لحد ما يتوفت ها طبعا بس هو العصر بيختلف دي حاجة تانية حاجة ما حدش يقدر يبقى زيه خير خلق الله عليه عليه الصلاة والسلام الحب ما بيختلفش الحب ما بيختلفش يعني هنا بتاليه في مصر والواطن العرب يقولك لو الراجل أكبر عادي أو أنت عارفة أن الراجل ما عيبوش إلا جيبو ما احترامي لكو بقى كل جميع يعني ده رأيوكو بس الست بتجمر بسرعة وبتكرمش يابني وبتتبهدل ليه تعمل في نفسك كده؟ اه بس دلوقتي فيه كالجين وفيه البوترس وفيه شغل كبير جدا يعني ستات كتير بيعملوه بيخلي وكأن عقارب الساعة والزمن وقف وغير كده الست بتكبر نفسيا مش شكليا يا ناس تستيقل إنه شكل بتكرمش بيه 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 حاجات دي كلها بتتصلح لكن نفسيا أنا ممكن أبقى عدم أحد سنة يكبرني عشرين سنة ده حقيقي وبعدين في كمان ربط تاني لقصة الزمن وهو الإنجاب إنه كتير من الأزواج أو الرجال بيربط عمر المرأة بعمرها الإنجابي ما سمعوش عن تجميد التب ويدات أو الأج فريزنج أو إنه الطب تقدموني ممكن تخلي في عمر خمسين حتى؟ مثلا زائد كمان إنه فيه فرق كبير ما بين العمر العاطفي والجنسي وده أطول عند الست في كثير من الأحيان من عند الراجل ده بيقول لك العكس فدي معلومة نحب نصلحها عند الناس أرجوك يا ضبط لأن الإضطرابات الجنسية بتكسر في الرجال وهي أكثر شيوعاً كل عشر سنين بيتضاعف نسبة الإضطرابات الجنسية بينما في الستات هي بتتراوح ما بين أربعين لخمسين في المية لمعظم مراحل العمر لو إحنا دلوقتي عندنا إنه فرح في العشرينات فهو أكيد هيبقى في الأربعينات بالزبط ده عادي؟ ما ده اللي بقوله ده ممكن يكون عادي لو هذا الرجل رجل سوي مكتمل النطج عاطفياً زي اللي إحنا شفنا النهاردة في قصة شفتي سوي ومكتمل النطج حرم عليك أنا بيجولي بعد المصيبة طيب أعمل إيه؟ ألم منين يا ربي؟ يعني ده حاجة الحقيقة هو مثل مخزي ولكنه للأسف مثل منتشر موجود الشخص اللي بيستغل الآخر وبيستغل احتياجاته وعارف إيه الكروت اللي موجودة على التربيزة هو عارف إنه الأهل عاوزين يخلاصه عاوزين يستريحه مش عاوزين يدفعه مش عاوزين يتكفله شيء وإن البنت عاوزة تتجوز وعايزة تتسطر وعايزة تعيش بقى حياتها بما أنها متشتغلش لأنه من اللي أنا قريته فرح أنا ما سمعتش يا فرح إنتي درستي إيه؟ إنتي طموحك إيه إذا كان فيه؟ عايزة العريس بالحصان لبيض مثلاً عشان تبقى أميرة في بيته وفي بيتها يعني هو ده الحلم إن هي عندها كينونتها وهتبني بقى يعني عشها اللي فيه أطفال والكارثة بقى زي ما حضرتك حكيتيها إنه بشي بقى فيه أطفال وإنه ما كانش فيه الحوار ده قبل الجواز يعني هما ما تنقشوش في الحاجات بس الأول أعلق على حاجة حركة قولتيها إنه بتقولي حوار ده الموضوع ده بقى منتشر طبعاً فأنا سبتك تكملي جميلتك عشان أعرف يعني إيه بقى منتشر إنتي تشوفي أشباه الرجال دول في المجتمع ليه بقى منتشر؟ لأنه في عواز عند الإناث عوزين آه عوزين وفي احتياج لأنه بناء على الإحصائيات الإناث عددها أكبر من أعلى من الرجال ستة لواحد فعلاً فما مش عارفة إيه الريشيو بالظبط إيه نسبة بالظبط وصلت لإيه ولكن ده واقع وفي مراحل عمرية مختلفة فبالتالي العوز ده والإحتياج ده بيخلي فيه قلق عند البنت اللي عايزة تتجوز بشتة والعايزة تقول عارف إنهم ربا والسوق مستنيه فلجب ما يعمل كده مثلاً فالوضع ده طبعاً لو كمان البنت معداش حياة عملية ولو الأهل بيضغطوا إنها لازم تتسطر فأنا بكلم بقى بلغة الأهل لأنه أيوة لأنه عشرين سنة دي إنه لازم تتسطر طبعاً عايز لك عشرين سنة دي في الأرياف دي كارسن وكده دي عدة السن الطبيعي دي بقت زي ما بيقولوا باللغة الدرجة بيرة أو بيقولوا بقى إنه لقب أحسن مع الناسة لو اللقبين إحنا رفضينهم تماماً في المجتمع إنهم بيوصلونا لنهاية أو نتيجة زي اللي إحنا متشوفة النهاردة مثلاً وأحياناً النتائج أسوأ كمان فالوضع بقى إنه كنت بتقولي إنه وفدي كانوا يتكلموا الأول على موضوع الحمل يعني أنا قبل ما تجاوز حد أتكلم معاه في موضوع الحمل طبعاً لأنه في بعض الشركاء هي عايزة طفل واحد وعايزة أربعة هو اتعرض إنه حد إن إخواته توفى حاسس إن ده العزوة إنه الواحد ما دمنش الظروف اهتمامات يعني ما أخدش واحد مش عايز يخلف وأقولك إحنا أنا بقى كويسين مع بعض أنا هقنعه بالخلفة بعد الجواز أو ما أخدش واحد أنا عارف إنه مثلاً فيه عيوب زي اللي ضيعت نسبة كبيرة جداً من المجتمع ما لو أنا هقدر على إصلاحه حاج بيصلح حد حاج بيصلح حد حاج بيصلح حد لأنه فيه جينات وفيه تربية وفيه أسلوب حياة وفيه إنه يعني إلا أنا متعود عليه غالباً هفضل أعمله لأنه هو ده اللي بيرايحني فحكاية إنه حداً غير حد وخاصةً في أجندة حياته قد بيحصل بس مش ده الكامن مش ده الشائع وبعدين الأهم بقى من ده وحتى لو فيه احتمالات للتغيير الاحتمالات للتغيير بتبقى أقوى وأعلى لما بتكلم في ده قبل الارتباط هم مبسوط كانوا يتكلموا في ده وما تكلموش بس تصرفاته تدل على أي باء إنه هو كان واحد جاي يلعب أو جاي يتسلى واخد بنات الناس لعبها لا هو راجل جد هو راجل دخل واشترى وأسس بيت بس قالها من أول يوم وحبتشوته وحبتشوته يعني انت جاي عشان تتبسط لا هو عايز زوجة بدون أطفال لأنه هو عنده أطفال والأطفال دول هو سايبهم الأطفال دول هو مش مهتم بيه لو واحدة دلوقتي كات بكتبها وكتشفت إنه هما تجوز هي عارفة إنه هو قصدي كان متجوز بس اكتشفت إنه مراته خلع عيته مش هو مطلق أو طلقها وكتشفت إنه عنده عيال مفروض بنعمل إيه؟ وكتبة زي دي بتختفر بنسامح فيها عادي ما بني على باطل فهو باطل يعني إيه؟ هنعمل إيه؟ يعني الراجل ده أو الست دي عشان بس ما نعممش إنه هما الرجالة اللي بيعملوا كده هنعمت بقى الست نعم أنا قصدي فيه كتبة بنسامح فيها وفيكتبة ما بنسامحش فيها؟ أنا فراقي إن كل الكذب ما ينفعش نسامح فيه كل الكذب وهل نتطلق والمجتمع يقول اطلقت وهي لسه كات بكتبها؟ طيب إزاي يا دكتور ردو؟ ما هو في اللحظة دي هي مش بس اطلقت ولا عنّست ولا لا ده هي دلوقتي مش عارفة تروح فين مش عارفة تروح فين دلوقتي ما كتها تطلق كتها تلحق نفسها دلوقتي مش عارفة تروح فين دلوقتي أهلي بيصرفوه ما بيدفعش جنيه هو بقووش كمان قادرين يصرفوه هو مش سهل الراجل ده يعني الراجل ده دماغه شغالة ولا بيعمل كده عن طيب خاطر ومش حاسبها إحنا لو بصينا على شخصية الراجل ده من حكاية فرح لأنه برضو أنا يا فرح في معلومات كتيرة قوي نفسي أسمعها منك ويمكن لو في وقت متاح كنت سألتك أسئلة زي أنت مذاكرة إيه طموحك إيه إلا خلاكي تكملي معاه الفترة اللي قاعدتيها معاه لأنه لو هو وحش من أول يوم ما كانت ثابته كتطفشت غير ده كله بقى هي ما كانتش عايزة تطفشت أنا في حاجة وزي بتريجر كده بالنسبة لي بس يعني أنا بعد الظن إثمي يعني حاجة إزا ما أتأكد منها بس أنا هسألك يا دكتور نفسي هو هي ما كانتش عارفة هي ممكن تحمل ولا لا ولا هي كانت عاملها عشان هي عايزة يعني هي عايزة تعمل كده هي مش عارفة الأيام ومش عارفة الكلام ده كله ولا ضاع عن قصد ولا غير قصد أنا مش عارفة يعني سواء عن قصد أو غير قصد من الواضح من أول كلمة في طريقة حكي القصة إن يا فرح أنت كان نفسك تخلي فيه فبالتالي حتى لو مش بقصد يعني مع سبق الإصرار والترصد في يعني رغبة دفينة ويمكن الرغبة دفينة دي زي ما فرويد بيقول هي اللي اتحكمت في القرار يعني هي كانت حاسباها لا ما قدرش أقول كده لا ما استشفتي من الكلام ما إحنا عجلنا طلاصم نحاول نفك الشفرة العقل الباطن له دور خطير جدا بيسيطر علينا وبيقصر فينا وبيخلنا نمشي في الطريق اللي إحنا حاطينه في دماغنا زي كده لما تبقى أنت مستتقلة على قلبك إنك تروحي فرح أو تروحي زيارة وبعدين تقولي طب أنا هخش رايح شوية بعد الظهر وتلاقي نفسك صحيتي ساعة واحدة الصبح يو ده الفرح فتني رحت علي نومة بالظبط بالظبط فهي جواي أنا كنتش عادة أروح حصلت حاجة حققت لي هذا من غير ما عمل فيها مجهود أنا عايز أسأل عن الشق القانوني وهيبقى معايا مكالمة بس عايز أسأل الأول عن النفسي عشان أبقى كملت كلامي هل لو في الوقت ده هي خدت أي إجراء قانوني ضده ده هيعمل إيه فيما بعد يعني لو أنا معرفتش يحل ودي وتقفلت فإحنا هنحاول نشوف لها القانون بيقول إيه بس لو أنا عملت كده ده نفسيا تأثيره إيه فالعلاقة دي الراجل ده هيعمل إيه هي العلاقة دي أصلا مهترقة يعني إحنا مش بنتكلم على العلاقة إحنا عايزين نلمها هي علاقة مضطربة ده راجل بيجذب من أول لحظة ده راجل بيدور على فريسة يستعملها سواء عملت أو ما عملتش فالنتيجة واحدة فالنتيجة إنه مفيش ثقة النتيجة إنه عنده أسرة سبهة بالفعل ولم يهتم بيها وما بيصرفش عليها طبعاً إنه هو شايف نفسه بيزنسمان هو بيستثمر بيستمتع بحياته وهو ما فيش طرف آخر في حياته فهي مهما عملت هي عمرها ما هتبقى طرف آخر أو شريك أنا كنت عايزة بقى أسألك على حالة دي يا دكتور دايماً يقولك إيه ما كنتيش بدأتي أنتي بالشر أنتي اللي خلتي يعمل معاك كده كنت دايماً تفترضي حسن النية فأنتي حارك بتقولي دي دكتور إنه في الحالتين حسن النية مش هيفرق في علاقة زي دي حسن النية اتنين ما هو رمى أم عياله وما جابش سرتهم وفيه مثل تاني برضو رطيف جداً ناصري مش فاكرة قوي استيغة فاردة سعديني اللي بتاع لو كان فيه الخير ما كانش رماهي الطير فده لازم برضو تضع في حزبها ممكن بتقولك إنه هي ممكن يبحظها أحسن يعني من البناء على إيه مثل برضو تاني وهنا نرجع تانية سالي نقول إنه الحوار قبل الجواز لا مناص منه أنا أتكلم في الحاجات دي مع خطيب أم اللي هتكلمي فيها إمتى عيب لما تتجوزوا خليكي مؤدبة أو مش عارف حقه له يعني إحنا بنتكلم في الإمكانيات دايما في فلوسه بتكلم دايما في المادية هل هي مناسبة لها ولا لا طب ليه ما بتكلمش في أي تكافؤ تاني عايز تخلف ولا لا عايز كم عيل طب هنسميهم إيه طب هنخلف إمتى طب أنت هتقدر تصرف عليهم ولا لا طب أنت شايف إيه الأحسن نتكلم في كل ده هل أنت بتحب كذا طب أنا بحب كذا يا ده مش عيد ده مش بس مش عيد لو كانت فرح اتكلمت من الأول وقدت وقت ومجهود هي والأسرة إن هي تستكشف الرجل ده وتستعلم عنه وده يمكن كان دور قديم للخطبة في مجتمعاتنا بس خلي بالك إنه حتى إحنا دلوقتي يعني رضوة في مجتمعنا مش منفتح قوي إن أنا أتكلم بالأرياحية دي في المواضيع دي ما بالك بقى وإحنا عمينا نحاول في مجتمعنا ما بتحاوليش تحق التوصلي لمجتمع الأرياف يعني أنا حاسة إن هما ممكن يكونوا من الأرياف أو من قرية صغيرة فممكن يكون ده مش متاح يعني بتقعد ما بيكلموش في التليفون كتير لما بتقعد بيعود معها حد فممكن يكونوا ما عندهمش برضو إن هي تتكلم معاك كلام ده كله أنا بشوف فئات مختلفة من ضمنها فئات جاية من محافظات زي المينيا والصعيد والأرياف وكل اللي أنت عايزاه وساعات بلايين الأب هو اللي بيسألوا الأسئلة دي ودي حاجة حلوة وماش عايب يعني بتطمن على بنته يعني لو هي مش هين فعتسأله ما يتهيقليش إنه الأب أو الأم هما اللي هيخشوا في علاقة عاطفية وحميمية لو هي بتبقى سنها صغيرة لو عشرين سنة ما تتجوزش لو هي صغيرة ما تتجوزش طب لو مضطرين بس عايزين نسطعك لا يعني متهنصري أكيد يا سي طبعا من النص العامة ولا العامة كل ده برضو كلام طب على الأقل طب تطمن على بنتك يعني مش أنت خلاص اخترت إن هو دي تبقى حياتها يعني أنت عايزيني أرد عليك يقولك إيه بلوقتي الألاقة العاطفية والحميمية لازم حضرتك الألاقة دي تبدأ بالحوار والحوار هنا يتضمن أنت عايز تجيب كم عايز لأنه لو كان قالها من الأول أنه أنت مش هتخلفي يمكن كانت هي وأهلها مهما كانت الإغراءات قالوا له طيب شكرا يفتح حلها أنا عندي صحاب حصل فيهم كده فعلا بعد ما أتجوزها قالوا أنا مش نوعي أخلف بس ده من ثالث شهر أو رابع شهر خلاص حصل الانفصال طب ليه من الأول ما ببوظوا لهم حياتهم إنه كان المفروض يبقى فيه مصارحة واللي حرك بتقولي ده طبعا صح أنا بقى عايز أضمن حقها بالقانون وناخد بقى مكالمة مع أستاذ القانون تفضل يا الله وين معي مكالمة من أستاذ أحمد فؤاد المحامي بالنقض قالوا مساء الخير إزاي حضرتك يا أستاذ أحمد أخبارك إيه؟ بقولك إيه بقى؟ دايما بيقولك سبيل لو مش عايز يطلقك بما يرضي الله لأن إنت لو خلعتي فبتبري من كل حاجة لو طلبتي تطلق ممكن تخليه مسكك من إيدك اللي بتوجعك يعني وتبري من كل حاجة لما تخلفي فأنت كده كده حضنة من حقك كل حاجة يعني إيه؟ يعني معناها إن هي حضرتك لو الزوج والزوجة حصل لما تكون ما عنداش أولاد غير لما يكون عندها أولاد لأن بيترطب على وجود أولاد فيها طوال منها إنها حضنة فمسكنة زوجية هيكون من حقها باعتبارها حضنة للطفل الصغير فهو مقرر لمصنح الصغير الشقة بتاعتها إلا بعد إيه تاني؟ أما إذا كان الزوج والزوجة مفيش أولاد بالتالي إن هو ما لهاش مسكنة زوجية ليه حقوق أقرق أنا في سؤال سمعته لو حرك بتقول إنه ما لهاش مسكنة للزوجية سمعت إنه الزوجة لما بتبقى مطلقة أو إن هو بيطلقها ليه على الحق إن هي تقعد في الشقة مسكنة الزوجية ست شهور لحد ما تشوفها تقعد فين؟ ولا دي معلومة غير صحيحة؟ لا معلومة غير صحيحة بس هو فترة العدة ليها فترة العدة تكون ثلاث شهور لكن غير كده لا يعني بتبقى ليها الحق إن هي تقعد ثلاث شهور لحد ما تخلص عدة عشان تشوفها تروح فين؟ بالضبط القانون يعني القانون يضمن لها حقه؟ بالفترة دي تعتبر في متعلقات في علاقة الزوجية ممكن يكون في حمل أو غيره أيوة؟ لكن ما تطلعش من الشقة؟ لكن ما تطلعش من الشقة خلال فترة العدة والمتعة بقى نفقت المتعة وإيه تاني بيبقى ليها إيه تاني المؤخر؟ أما بقى طبعا إحنا هنا هنفطل قبيل حقوق المرأة في حالة الطلاق والحقوق اللي بتتغذي عليها المرأة في حالة الخلق مظلوط كده السؤال؟ أيوة أرجوك لأنه أكيد في ناس في نفس الموقف ومش عارفين يعملوا وإحنا ما بنشجعش على ده بس تاني عارفين اللي لينا وإلي علينا ما يكون في حالة الطلاق ببقى ليها ثلاث صفوق مالية منها نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق لتخلص إنه هو مؤخر تمام؟ طيب بتقدر ازاي؟ بتقدر بنفعة الزوجة من حيث المأكب والملبس والمسكن لمدة ثلاث شهور دي نفقة العدة يعني بفرض هي مثلا نفقتها أو مصارفها نقول مثلا خمس سلاف جنيه في الشهر مثلا طيب تتضرب في ثلاث شهور اللي هي فترة العدة يفقى مثلا نفقة العدة خمستاشر ألف جنيه نفقتها هي المصروف اللي هو كان بيدقولها مش فلوس البيت ده دي نفقة العدة هي خلص حصل صلاة آه أنا ما بتكلمش على نفقة أنا آه أنا بحب أوضح برضو عشان لو في حد بسيط أو ناس بسيطة بتسمعنا أيوا تفضل نفقة المتعة هي بتقدر بـ دي طبعا تخدري القاضي بس لا تقل عن سنتين بقى نفقت الزوجة في الشهر بتتضرب في 24 شهر كحد أدنى يعني لو النساء اللي احنا ضربناه اللي هو نفقتها الشهرية خمس سلاف جنيه بنتضربها مثلا في 24 يبقى مية وعشرين ألف جنيه يعني ده حتى لو قعدت معاه تلاث شهور آه طبعا دي حاجة ودي حاجة يعني هو القاضي اللي بيحكم دي تستاهل قد إيه نفقت موتها أو ضحة قد إيه آه بالضبط كده على مده الزوجية في واحدة متجوزة بقى لها 30 سنة أو 40 سنة أو سنة أيوا بس القانون حدد إنه هو لا تقل عن 24 شهر هل لو كان ده حصل وقت كتب الكتاب كان هيبقى ليها كل ده؟ آه بالضبط كده يعني لو أنا كنت كتبت كتابي يعني زي ما ليه كتبت كتبت الكتاب وانتصلنا اه يعني ايه الموضوع بيختلف طبعا بيختلف طبعا الخلع بقى الخلع بقى طبعا احنا كمان ما قلناش برضو اللي هي المؤخر فالمؤخر برضو بالتحقار المؤخر خلاص ده حاجة بيقوم اتفقين عليها لو على الصداق المسمى بيننا أو ماضي واصل أمانا لليها نفقت عدة ولليها نفقت متعة وليس لها مؤخر صداق بل بالعكس لو هي ده وقت أبدا مقدم للمحض بتصر تصرع عشان الخلق يعني ملهاش بس تاخد شبكتها صح؟ السبكة والقايمة ملهاش علاقة بالموضوع ده ولكن ملكيش الثلاث حقوق بتوع الزوجة المطلق بالضبط كده أنا أريد أن أسأل حركة بقى سؤال أنه أريد أن أعرف إيه فيه عقوبة في القانون للزوج اللي يحاول أنه يجهد مراته يعني يجهد مراته أنه ينزل الجنين يعمل لها إجهاد أي أن كان بقى لو بحبوب إجهاد زي النهاردة أو بالضرب لأن أنا ممكن أكون شفتها حتى أنا مش عارفة أكمل الجلم لو الله العظيم من كتر ما أنا شفتها أنه ضرب شلاليت أو حتى على السلم عشان يحاول أنه هو ينزل البيبي أو أنه يديها حبوب أو بأي طريقة أنه يحاول أنه ينزل الجنين ده يعمل إجهاد مراته ده عقوبة في القانون القانون هنا ما عليكش مسألة الشروع في الإجهاد ولكن ما فيش حاجة بتنص في القانون على الرجل يعمل في مراته كده وارد وارد أن يكون في عملية حتى القانون نفسه لما نص على مادة التجريم الخاصة بالإجهاد هذه مادة 261 عقوبات كل من أفقت عمدا امرأة حبلة بيعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية لذلك أو بدلاتها بأي طريقة كانت بأي طريقة كانت أو كانت برضاها أو لا يعاقب بالحق يعني هو أي حد يديها أدوية أو يعمل أي عمل زي ما حضرتك تفضلت كده حبس قد إيه بالعمق وحصل إيجاد هنا بس القانون قال أن العقوبة جنحة يعني إيه جنحة يعني عقوبتها لا تزيد على ثلاث سنوات لأنه لو حاول طب لو حصل الإيجاد أنت كده حاولت فخدت ثلاث سنين الجريمة تحققت الجريمة تحققت ياخد قد إيه حبس ثلاث سنوات حبس ثلاث سنوات ده لو هي فعلا نزلت البيبي لو هي نزلت لو هي نزلت طب والمحاولة برضو ثلاثة لا المحاولة وعدم حصول والطفل ما ماتش لا لا يعني إحنا حتى لو كنا عملنا محضر زي ما أنا كنت بقولها أنه يعملوا محضر إثبات حالة سائب سائل جالها نزيف يعني جالها نزيف وعدل في عناية مركزة وجالها سكر حامل آه 15 يوم ده إيه بقى؟ صح يبقى ممكن تتطلب أنها وقعت ضربة عادية طبعا والله العظيم طبعا وقعت ضربة عادية ويعاقب جريمة الضرب لا ده فيه ضرر يعني هنا حدث درر كامل الضرب كامل الضرب كامل الضرب يعني الضرب نزل ولا لا هي لا ما نزلش يبقى هو عادي أكى أنها ضرب يعني هو يتعاقب بعقوبة الضرب بالحالة أنا أنا نفسي بقى وبنادي نحنا نغير القوانين لأنه لو حصل ده لقدر الله هتلاقي الناس بتاخد حقها آآ بأيديها للأسف يعني أنا بشكرك جدا يا أستاذ أحمد ونورتنا من سجد أستاذ أحمد فؤيد أنا خايفة من حاجة بقى نفسيا وده الجزء بتاعك أنت بقى يا دكتور رادو لو دلوقتي واحدة ما جالهاش حقها كده حصل ده يعني أنه أنا لقيت أنه خلاص خدت وقعت ضربة عادية والواحد ما بيبقاش عارف يعني غلوة البيبي غلوة الضنة طيب الأم هي بقى اللي شايلة وتعبانة وأنت تيجي تضربني أو تديني حبوب أو 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 مش ده ممكن نفسيا أن يخلي الواحدة تاخد حقها بأيديها أو تقول لأهلها أنهما زي ما أنا ضربت ضربوه طالما هو دلوقتي أنا بقى وقعت ضربة عادية إحنا يعني مش بنتكلم في غابة يا سالي إحنا بنتكلم أكتر عشان كده أنا بقول فيه قوانين يا ريت لو يبقى لينا فرصة أن إحنا نعدلها أنه حاول وفكر وعقد العزم وبيت النية يتعاقب أكنه حصل تماما هو فيه بس نقطة خطيرة أنه الست دي ممكن جدا النزيف الشديد اللي حصل يسبب تشوهات في الجنين طبعا وعشان كده لازم نعمل صنار يا فرح والحاجة التانية برضو الخطيرة أو يا سالي إنه لو ما كانتش فرح واحدة تانية ممكن يسبب لها عاها مستديمة طبعا يعني ما تعرفش تحمل تاني بنفس الكيفية بعد كده يحصل حاجة في الرحم يضطر أنهم يعملوا عملية يستقصلوا مكانة بكارسة هنا القانون مختلف لأنه الشخص اللي بيسبب عاها مستديمة لشخص له معايير أخرى وعقوبات شديدة في القانون دي أول حاجة تانية حاجة ردا على سؤالك إنه الصدمة اللي هي تعرضت لها بإنه الزوج اللي هو مفروض يكون السند السند الظهر الظهر الاحتواء زي ما حضرتك بتقولي هو ده اللي كان ناوي يخلص عليها وعلى ابنها لأنه هي في الآخر كانت ما بين الحياة والموت خمستاشر يوم في الأعناية المركزة ما ودالله يا خلينا سألك السؤال اللي أنا بسأله كل مرة وبختم بيه تنصحيها بإيه؟ يعني كلامك مش مباشر بس أنا هسيب لك الكاميرا ونصحيها زي ما أنت عايزة الدكتور فرح أنت وقالتك لازم تزوره أحد الاستشاريين في الطب النفسي لازم تزوري أحد من أسدتنا أو زملائنا المتخصصين في النساء والتوليد علشان تشوفي إيه اللي حصل للجنين ولازم يبقى فيه متابع هل الجنين سليم ولا لا؟ بعد ما نتطمن على كل ده تكمل معاه ولا لا؟ وأنا ما ظنش خالص أنه كل الأشياء اللي أنت حكت يا هنة إذا صحت إذا كان فيه مصداقية في كل الكلام فما ظنش أن هذا الشخص بيتمتع بالصفات اللي سالي تتكلم عليها من حنية واحتواء وي وي إنما أنا شايفة أنه أكتر فيه ميول للاستغلال والتعذيب واستسهال آلام الآخرين والتعب والوجع النفسي ووجع الدماغ وإنه رمع عياله غير اللي مهمة قوي يا سادية يقول سادية أنه ممكن يعمل فيها حاجة ومحب للتعذيب للآخرين سادية لأنه بيستلز أنه يهمل الآخرين على آلام الآخرين بيبقى مبسوط وأنه ما عنده مشكلة خالف أنه يسبب الآلام لأنه في أكتر من موقع في القصة اللي حضرتك قرتيها اتكلم على أنه أنا خلاص سبتها أنا خلاص مش عايزها بعد إيه؟ بعد ما هي كانت على شفاء الموت فهو مفيش أي عواطف ولا مشاعر ولا حريص أنا حارف أنا حارك فيها تتديلها أنه نصيحة صريحة وأنا مقدرة ده جداً نحن مش بنشجع على ده في البرنامج بس أنا هسألك سؤال عام البنقدم السادي ده بنكمل معه ولا بنسيبه؟ لا ده البعد عنه غنيمة شكراً نورتين يا دكتر أبو إنتي عايزاني كنت أقول الجملة؟ أنا عايزة أسمع الجملة دي نورتيني شكراً يا دكتور أبو شكراً يا سادي شكراً